اشتركوا في القناة والتعقفة واحد العدد وزارة النقل واللوجستيك وزارة الاقتصاد الاجتماعي بالإضافة إلى الكنفيدرالية الوطنية السياحة ومنين كان قولنا سياسة سياحية أولى حكومية فهذا الأمر كانت تأكد الأهمية الكبيرة التي جئنا بها في إطار المتاق الجديد للإستثمار وبالخصوص للمناطق التي هي نائية والتي ستعطيها نقاط زائد على الأقل 5% بالنسبة للإستثمارات الموجودة فيهم في المناطق التي هي نائية الحمد لله بلدنا كلها من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب من شرق الغرب أعطى الله إمكانية سياحية هائلة وحتى في العالم القاروي كان لقوا فيها مؤهلات كبيرة وهذا الشيء الذي يأكد أن مجموعة من القرى في المغرب تصنف في السنوات الأخيرة ضمن قائمة أفضل القرى السياحية العالمية من طرف منظمة السياحة العالمية في 2021 تصنفت قرية سيدي كوكيل موجودة في إقليم السورة ضمن أفضل القرى السياحية في العالم وفي 2022 دخلت لنفس تصنيف من طرف منظمة السياحة العالمية قرية مولاي بوزرقتون الموجودة في إقليم السورة وقرية قصر الخربات الموجودة في إقليم الرشيدية تجاوباً مع بعض الأسئلة التي أطلعوا اليوم أنه سياحة الداخلية والسياحة الخارجية والسياحة السياحة أنا كانت تجهل الإخوة في القطاع والناس المستثمرين وكانت تجهل أبنك أنا بليك نشوفه واحد العدد ديال البلدان اليوم اللي دات واحدة نمية كبيرة فهد السنة ديال 2020-2022 أغلبية ديالها جت من لكواصنس ديال يعني السياحة خدينا حقنا فيه خدينا حقنا فيه ولكن ليس بالكافي فلهذا يجب الاستطمار يجب إعادة الهياكل ديال الفنادق اللي هي مقفولة وليمخدماش وكذلك يجيب هذا الشيء اللي خاص معه هو التمويلات كذلك الأبنك لازم كذلك يفهموا بأنه من الأولويات لبلادنا اليوم بوجود الشمش بوجود الحمد لله مناظر اللي هي خلابا ومواطنين ديالنا اليوم كين واحد لتركتي في التيم صباحنا كنقولها بأنه كين واحد جاذبية بالنسبة للبغيب يعني هذه موجة ما ذلك كنت تكلم عن السرف هذه موجة اللي خاصنا نرى فوق منها ونستطمر لأنها تعطينا إمكانيات وهذه تعطينا كذلك لعدد ديال الإمكانيات في يعني في العجلة ديال التنمية وخصنا نواكبه لذلطين اللي حضرين وكذلك المشاريع اللي جايين لأنه المستقبل فيه واحد اللي يلعبوا فيه واحد دور كبير يعني في هذا شيء ديال السياحة